الحجاب وقمة السابعة عشر تأريف سيد القمني إهداء إلى المهندس سلوى ينبع الحب وسلسبيل الحنان بلسم ألامي وأوجاعي ابنتي وكبدي مكانة الحجاب بين فضائل العرب لن أنشغل في هذا المدخل بموضوع الحجاب بالذات بقدر ما سأمهد لمناقشة الموضوع بتحديد المعاني والمفاهيم مع فرش الأرضية التاريخية تمهيدا وتأسيسا حتى نستطيع أن نميز في التعامل مع قضية الحجاب بين الخيطين الأبيض والأسود ولنتفق بداية حول معاني ما يطرح من ألفاظ حول هذه القضية ولنبدأ بمعنى الفضيلة كقيمة محيارية لسلوك المسلم الأخلاقي إذ يضع مشايخون الحجاب كفرض ديني والفرض حسب الفهم الإسلامي يقف على الدرجات العليا على سلم القيم والسلوكيات التي تميز المسلم بالفضيلة والشرف وهي التي تميزه عن بقية بني الإنسان من مختلف الملل والنحل في كافة أنحاء المعمورة إذن لنتفق ببدأيا حول معنى الفضيلة كقيمة أخلاقية معيارية لقياس السلوك فالمعلوم في الفرع الفلسفي المعروف بعلم الأخلاق أنه ليس لفرض أن يحدد السلوك الفاضل ليفرزه عن السلوك الرذي لغير الفاضل والشرير بالضرورة مهما بلغت مكانة هذا الفرض إنما المجتمع هو الذي يضع التعريفات والمواصفات والتفاصيل ويفرز بين نوعي السلوك لأنه لو كان ذلك بيد الفرض فإن الفرض لا يريد أي قيود على سلوكه ولا يشتهي سوى أن تنطلق رغباته وشهواته التي تحقق سعادته الشخصية بإشباع هذه الرغبات بغض النظر عن غيره من أفراد جماعته أو مجتمعه ومدى ما يحصل لهم من ضرر إزاء تحصيله لأغراضه وحده دونا عنهم لذلك فإن الجماعة هي التي تبحث عن تحديدات السلوك بغرض النفع العام للجماعة كلها ودون أن تصاب بالضرر وما يتفق ومع ظروفها وبيئتها وجغرافيتها بغرض أساسي هو البقاء وعدم الفناء أو عدم الذوبان في جماعات أخرى لها نظم وتعريفات أخرى مختلفة لقيمتي الفضيلة والرذيلة وعندما تضع الجماعة فضائلها المرغوبة لديها فإنها تلزم الفرض بالتنازل عن بعض رغباته مقابل قبول الجماعة لعضويته فيها ورضاها عنه ومن هنا فإن الفرض الذي يريد رضا جماعته عليه أن يشتري ودها بالتنازل عن بعض رغباته وأن يلتزم بتعريف الجماعة للفضيلة وتوصيفها للسلوك الفاضل وذلك مقابل ناشين شرف تضعها الجماعة على صدره فيقال عن فلان رجل أمين أو رجل صادق وعن فلان بأنها امرأة طيبة أو زوجة صالحة والفرض بذلك لا يتقادى عما تنازل عنه وخسره مهلا أو عقارا لأن الفضيلة شأن معنوي لذلك يكون مقابلها بالضرورة شأنا معنويا غير مادي فتعطي الفرض السمعة الحسنة والتي قدرتها الجماعة منازل ومراتب اجتماعية لإشباع قروره ومن ثم شعوره بالسعادة وعليه ترتقي مراتب الفرض الاجتماعية بمدى انتزامه بفضائل مجتمعه وترفعه عن الصغائر المردولة وباختلاف ظروف الجغرافية بين بلاد الوفرة الخصيبة وبلاد الندرة الجافة الفقيرة وبين بلاد السواحل وبلاد العمق القاري يختلف أيضا التاريخ فتختلف المصالح المرجوة بين بيئة وأخرى وقدرها وسخمها كما تختلف المعاني الإنسانية للشهامة والمروءة والفضيلة والرذيلة والخير والشر باختلاف تلك الظروف المجتمعية الاقتصادية الجغرافية ومن ثم يتم تعريف أي قيم وكل القيم بأنها معيارية أي أداة قياس للسلوك تختلف من موطن لآخر ومن زمن لآخر وإن صلح بعضها في مكان أو زمان بعينه فإنه يكون خرابا عاجلا في زمان ومكان آخرين نضرب لذلك مثلا من المجتمع العربي في جزيرة العرب إبان العصرين الجاهلي الأول والجاهلي الثاني أو الآخر قبل الإسلام فنجد العربي في جاهليته الثانية وقد دارت محاور حياته كلها حول التجارة حتى قيل في المثل السائر في الدنيا إن كل عربي تاجر وكانت التجارة في جزيرة العرب بداية لتحول عظيم بالمجتمع عن سابق نمطه الجاهلي الأول نمط القبيلة المتنقلة وراء الكلاء وعيون الماء التي كانت تعيش عالة على الطبيعة لا تنتج إنما تسعى وراء منتج الطبيعة النادر والشحيح في الصحاري لتشرب ماءه وتتغذى على عطائه نباتا أو بروتينا حيوانيا يأتيها ناتجا طبيعيا من تلاقح قطعانها وفي مثل هذه البيئة حيث النادر الشحيح من الخيرات الطبيعية عاش المجتمع العربي في جاهليته الأولى صراعا قبليا دائبا لا يهدأ ولا يتوقف على الخيرات الضنينة حتى كان العربي يذبح العربي من أجل حفنة تمرات أو إزار أو درع أو سيف أو سكين أو قوس أو من أجل حيازة موطن الماء كان الصراع الاجتماعي إذا كان صراع حياة أو موت فهو صراع صفري يفوز أحدهما ويخسر الآخر حياته وممتلكاته لصالح المنتصر وفي مجتمع كهذا لا يكون تمت معنا للحديث عن الفضائل كالأمانة والنخوة والمروءة والشرف لأن مثل هذه المعاني لا بد أن تفضي بصاحبها إلى الفناء جوعا وعطشا بالضرورة أو إلى التحول إلى العبودية لقبائل أخرى منتصرة أما كيف انتقل هذا المجتمع البدائي الهمجي من جاهليته الأولى إلى جاهليته الثانية أو الأخيرة فهو ما يمكن قراءته من قراءة تاريخ العالم في ذلك الزمان وما كان من تأثير لأحداث العالم على جزيرة العرب حتى نقلتها من عصر إلى عصر ومن توحش إلى بشرية ومن زمن السعي وراء الثمار والماء والصيد إلى زمن الاستقرار وإنشاء المدن والعمل بالتجارة بل والقيام بعض تجارة عالم ذلك الزمان حتى أصبح العرب بفضل تلك الأحداث الدولية هم وسطاء ثم أصحاب تجارة العالم القديم كله شرقا وغربا شمالا وجنوبا خلال القرن الخامس الميلادي كانت تجري تحولات هائلة عالبيا ومحليا فقد دخلت إمبراطوريتا الفرس والروم حربا طالت زمنا حتى أصبحت سبعينية وطاردت كلتاهما الأخرى في مستعمرات كل منهما وفي كل خرم في العالم القديم حتى قطعتا مسار طرق التجارة بين كلتيهما قطعا تاما مما أدى إلى كارثة اقتصادية عالمية ناتج عن خنق طرق تجارة العالم ولعل أهم السلع التي عز شأنها سلعة كانت مطلبا للقتال العسكري هي طيوب الهند وإفريقيا التي كانت هي مصادر علم الصيدلة والعلاج للجرحى وغيرهم من مصابين بالأمراض ولم يبقى آمنا من بين طرق التجارة الدولية غير طريق الصحار الكبرى بجزيرة العرب وهو المار بمكة وهو الطريق الوحيد الذي لم يرغب فيه لا الفرص ولا الروم وتصادف أن أهم البضائع التي كانت ترد لهذا الطريق هو الطيوب الهندية التي كانت تصل من الهند وإفريقيا إلى موانئ اليمن ومن ثم تهيأت الفرصة السياسية الدولية والاقتصادية لتحول مجتمعي عظيم في جزيرة العرب التي تحول عربها عن أكل بعضهم بعضا للقيام في البداية بالتجارات الصغيرة التي جعلت عرب الجزيرة يقومون من بعد بعبء تجارة العالم مع نمو الثروات الخيالي الذي وصلنا بعض من خبره مع أسماء تجار بلغت ثرواتهم ثروات الأكاسر والأباطرة كما كان مثلا شأن أبي أحيح الأموي وحمل العرب بضائع الصين والهند وإفريقيا من شواطئ اليمن إلى بلاد الإمبراطوريات في رحلة الصيف وحملوا بضائع الإمبراطوريات عودا إلى موانئ اليمن في رحلة الشتاء وقاد هذا التحول المجتمعي العظيم المتسارع مع تسارع الأحداث العالمية الضخمة والهائلة قبيلة قريش التي سكنت على منتصف الطريق التجاري المار بمكة واستقرت فيها وتحولت بها من مجرد استراحة جرداء إلى مدينة عامرة كبيرة تنيخ بها القوافل التجارية للراحة بضعة أيام قبل أن تتابع رحلتها الشمالية الشامية حيث كان التجار يجيدون كل مطالبهم من خيام فندقية إلى ملاهي الليلية ومراقص وخمارات إضافة إلى ما يلزم من أرباب قبائل جزيرة العرب كلهم استضافت مكة لهم نماذج منحوتة في فناء كعبتها حتى بلغ عددها بعدد أيام السنة فيأتي العربي التاجر ليلهو ويتعبد ويستريح أياما جميلة يستمع فيها إلى شعر عكاض ويبيع فيها ويشتري من سوق بطر ثم يضع أسهمه في القافلة الكبرى السنوية في رحلة الشتاء والصيف بينما يتم حفظ التجارة في رعاية الرب الأكبر للتجار رب السماء الأمين الحافظ للتجارات الكريم مع عباده فكانوا يديعونها الكعبة كمخزن في حراسة الله وهو الإله الأعظم من كل الأرباب صاحبة التماثيل لأن تلك إنما كانت شفعاء لهم عند رب السماء كي يستجيب لهم ويبارك لهم في تجاراتهم ومن ثم أصبحت مكة حين ذاك مثل لاس فيغاس وسان فرانسيسكو اليوم مرتعا لكل التجارات والنزوات التي مثلت أول التجارات في العالم التجارة بالجنس والعبيد ما بين صويحبات الرايات الحمر إلى أسواق العبيد الكبرى وحتى تشتري قريش أمن تجارتها الدولية فقد أشركت القبائل العربية الأخرى في تجارتها بنسب تعود على أصحابها بقدر ما دفعوا في قوافلها ومنحت آخرين جعالات لوقوفهم على الطريق التجاري الطويل لتجعلهم حراسا للقوافل بدلا من نهبها وحرصا على السمرار سيولة الطريق كضمان لحياة عربية أفضل وهو إدراك من العربي ثاقب بعد تجارب اكتشف معها أنها أفضل طريقة للحفاظ على أمن هذا الطريق من كل سوء لأنه الطريق العالمي الوحيد وأن السمرار سيولة وأمن هذا الطريق سيكون ضامنا لعدم احتلاله من قبل أحد الإمبراطوريتين لأن الملوك إذا دخلوا قرية أفسد فيها وسلبوا التجار مكاسبهم وفرضوا عليهم الضرائب الباهضة وجعلوهم أدلة وكان العرب في غنى عن كل هذا وأكثر غنى بما حققوا من مكاسب قامت كلها على معاني وكلمة وفضيلة الأمانة فكان كل تاجر حريصا على أن يعرفه الآخر بأنه الصادق الأمين وثابروا في هذا الشأن لأن الصادق الأمين كان الناس يسلمونه تجاراتهم فيأخذ نسبا أعظم من أقرانه نظير الإشراف على القوافل التجارات وثمنا لوعثاء الطريق ومشقته وهكذا كان للمتغير الدولي دوره في ظهور فضائل محلية من نوع جديد لم تكن معروفة ولا حتى مفهومة من قبل زمن الجاهلية الأولى كالوفاء بالعهد لأن التجارات عهود شفاهية أو مكتوبة يكفي نقط بعضها حتى لا يثق الناس في مواثيقها كلها فتخسر وتبور لذلك كان عربي العصر الجاهلي الثاني حريصا على الوفاء بالعهد الذي كان تطبيقه والالتزام به حافظا للمال المتداول بين أيدي كثيرة وقبائل عديدة وضمانا لحقوق المساهمين قبائل وأفرادا وحراسا في قوافل التجارة الدولية وهي فضائل لم يعرف العصر الجاهلي الأول هذا نهيك عن فضائل متلازمة مثل كرم الضيافة حتى لا يهلك حامل والتجارة في فياف الصحاري لطوارئ الرياح ومشاكل المرض سواء للبشر أو للجمال فيجد في القبائل المتبدية مراكز للراحة والاستشفاء ولأن العائد يعود بفوائده على الكل فكان للكريم على الطريق أعطيات تقتطع من عائد القافلة كلها بعد عودتها سالمة آمنة ردا للكرم بكرم أعظم يحقق لصاحبه العائد المادي والتكريم المعنوي لفضله وكرمه وردا من الجماعة للجانب المادي بالمادي مع تكريم صاحبه وإشهار شأنه بفضيلة الكرم وبلغنا من بينهم حاتم الطائي بكرمه الأسطوري وهاشم جد النبي الذي كان يهشم الثريد لقومه أزمان المجاعات ولذلك لقبه العرب هاشما بينما اسمه الأصلي هو عمر وقد كان النبي يذكر قريشا مقرونة بالأمانة دوما ومن حديثه لأبي قتادة إبان حرب النبي مع قريش قوله يا أبا قتادة إن قريشا أهل صدق وأمانة من بغاهم العواثر أكبه الله على فيه انتهى من السيرة الحلبية المهم مع هذه التحولات في الجزيرة بدأ ظهور الشعور القومي نتيجة التقاء العرب في الأسواق ثم لتقارب لغاتهم المختلفة للتفاهم حتى صاروا يتفاهمون بلغة العاصمة التجارية مكة لغة قريش فكان أن بزغ شعور قومي يدفع العرب لاختيار أنفسهم شعبا واحدا له لغة واحدة وأب واحد هو يعرب ابن عدنان الذي يعود لإسماعيل ابن إبراهيم الخليل تقاربا مع التوراة وتأثرا بيهود الجزيرة وأساطيرهم عن آباء البشر الأولين وهنا بدأ حلم العرب في توحد قبائلهم في دولة بعد أن شعرت بالتأذر بعد أن كانت تأكل بعضها بعضا في معادلة صفرية مستمرة ومن كان يكسر هذه الفضائل المستحدثة كانت قبائلهم ترفضهم وتلفضهم خارجها بلا حماية ولا رعاية في مجتمع بلا شرطة ولا قانون والنسب للقبيلة هو دعامة للفرض في مواجهة غوائل المجتمع البدوي وقد شكل هؤلاء الملفوظون من قبائلهم من اشتهروا بلقب الذؤبان وأحيانا الصعاليك وهم من مرقوا على قيم مجتمعهم غير معتارفين بها ولا بفضائل جماعتهم وعادة ما شكل هؤلاء خطرا مستمرا على التجارات جاءت به حكايات القوافل كفرز موضوعي ضروري بحسبانه تمرضا يتبنى مبادئ مخالفة وما خالف فضيلة المجتمع فهو رذيلة مقابل الفرز الأعظم للفضائل الكبرى الخادمة لمصالح الجماعة وكبار التجار وذوي الوجاهة مثل الوفاء بالعهد والأمانة والكرم عندما ظهر الإسلام عاد بالعرب إلى زمن الغزو والأسر والسبي والسلب والنهب من قتل قتيلا فله سلبه ومن أسر أسيرا فهو له انتهى حديث نبوي ضمن شريعة الحرب وهو أخشى ما كان يخشونه العرب على تجارتهم خاصة عندما هاجر النبي وأصحابه إلى يترب حيث عنقوا الطريق التجاري الدولي وأخذوا يقطعون الطريق على قوافل قريش التجارية في حصار اقتصادي يطلب تركيعها للنظام الجديد والدولة الجديدة الطالعة على صفحة الزمان في جزيرة العرب وهو ما جاء أول ما جاء على لسان النبي ينادي أتباعه قبل الغزوات والسرايا والفتوح وقد تم تجنيدهم وتجيشهم وتدريبهم شهورا سابقة في يترب للقيام بمهامهم التي ألقاها التاريخ على عاتقهم فقاموا يغيرون تاريخ العالم يقول النبي أحلت لنا الغنائم ولم تحل لأحد قبلنا وذلك أن الله رأى عجزنا وضعفنا فوهبها لنا انتهى الثعلبي العرائس المكتب التقافي بيروت الصفحة 249 مصحوبا بالآيات القرآنية تضع قواعد توزيع الغنيمة بعد انتصار الغزو واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير فقولوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم الأنفال 41-69 بمقاييس فضائلنا المعاصرة لن يكون مفهوما كيف يكون القتل والغنم حلالا طيبا وقد يقف العقل حائرا يحاول أن يفهمه ولإيمانه تثبيتا لأنه بمقاييس مواد معاهدة جونيف لابد أن تشف الروح السلب والقتل والغنائمة لكن الإسلام كان يعلم ما هو فاعل كان هو الأعلم بزمانه وظروفه وأن العربي لا يخضع لعربي إلا إذا كان ذا شأن عظيم كالنبوة المصحوبة بالقوة فهذه القبائل لا توحدها وتضمها تحت سلطان دولة يثرب المدينة إلا القوة القاهرة لأنفة البدوي التي تجعله يرفض الخضوع لسلطان من غير سلطان قبيلته وهذا بالتحديد ما جعل قريشا سيدة عهلم التجارة تجزع على تجارتها التي ستؤدي إلى خراب الجزيرة كلها فكان قطع المسلمين لطريق التجارة والاستلاء على ما فيها وقتل حراسها ومرشديها يعني كسادة تجارة وبوارها وهو ما يمثله قولهم لتقطعن عنا الأسواق فلتهلكن التجارة وليذهبن ما كنا نصيب فيها من المرافق أو ما عبر عنه لسان صفوان بن أمية يردد لسان حال قريش وهي تقول إن محمدا وأصحابه قد عوروا علينا متجرنا فما ندري ماذا نصنع بأصحابه وهم لا يبرحون الساحل وأهل الساحل قد وادعوا محمدا أي دخلوا في حلفه وسلطانه وإن أقمنا في دارنا هذه أكلنا رؤوس أموالنا فلم يكن لنا من بقاء وإنما حياتنا على التجارة إلى الشام في الصيف وإلى اليمن في الشتاء انتهى لذلك طمأنهم الإسلام وأعطاهم برهان على مكاسبهم المقبلة بما كسبه جنوده من الغزو والسلب والنهب الحلال أحل من لبن الأم وبردا ومباركة ومشاركة سماوية بالملأ الأعلى الذين نزلوا يحاربون مع المسلمين لتأكيد هذه الحلالية مع برهان آخر بعدة غزوات على بلاد الروم كرا وفرا واستقطاع أرض بقبائلها من الرومان لتخدع لسلطة يثرب مثل وادي القرى وتيماء مواجه النظر العربي إلى حيث كنوز العالم فكان البديل بالغزو الخارجي هو الأعلى والأكثر عائدية نهيك عن كون المحارب لو مات لدخل جنة عرضها السماوات والأرض كان البديل للتجارة هو فتح الباب لغزو دول الحضارات المحيطة حيث الثروات الهائلة وكنوز الأباطر والأكاسر والأمراء الدوليين وسادة العالم القديم وتطمينا بعبارات مباشرة يقول القرآن مخاطبا قريشا والعرب وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم التوبة 28 ويشرح ابن هشام مصدر هذا الفضل الذي سيغنيهم بقوله يغنيكم الله من فضله أي من وجه غير ذلك قاتل الذين لا يؤمنون بالكتاب واليوم الآخر من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون أي ففي هذا عوض عما تخوثتم من قطع الأسواق فعوضهم الله بما قطع عنهم بأعناق أهل الكتاب من الجزية المسعودي مروج الثهب عاد المجتمع العربي في جزيرته إلى فضائله القديمة التي كانت قد أصبحت في العهد الجاهلي الأخير رذائل منبوذة من المجتمع نتيجة الطارئ الجديد الإسلامي ولكنها لبست ثوبا جديدا أكثر تماسكا وقوة ثوب التين الواحد الجامع في شكل أوامر ونواه وحدود وجزاء وعقاب دنيوي وأخروي وهو ما مهد فيما بعده لاكتشاف التشريع القانوني الذي لم يعرفه العرب من قبل إلا في شكل مواضعات اجتماعية فاضلة وغير فاضلة والمعنى في كل ما سلف أن الفضيلة معنا يتطور ويتغير بتطور الزمن وتغير ظروف المجتمع محليا نتيجة ارتباطه بالمجتمع الإنساني وما يحدث على سطحه من أحداث تاريخية ولا توجد فضيلة ثابتة تناسب كل المجتمعات فما هو فضيلة في زمن قد يكون من أشر الرذائل في زمن آخر داخل نفس المجتمع وما هو رذيلة في مجتمع قد يكون فضيلة كبرى في مجتمع آخر كذلك تتغير دلالات الفضيلة بتغير الزمن ومتطلباته أضرب هنا مثلا آخر من تاريخنا العربي عن زياد بن جزء الزبيدي قال في فتوح مصر لما فتحنا باب إليون أو باب اليون تدنينا قرى الريف فيما بيننا وبين الإسكندرية قرية قرية حتى وصلنا إلى بلهيب قرية من قرى الريف يقال لها الريش وقد بلغت سبايان المدينة ومكة واليمن أرسل صاحب الإسكندرية إلى عمر بن العاص إني كنت أدفع الجزية إلى من هو أبغض إلي منكم معشر العرب للفرس والروم فإن أحببت أن أعطيك الجزية على أن ترد علينا ما أصبتم من سبايا أرضي فعلت فكتب عمر بن العاص بذلك إلى عمر بن الخطاب فأجابه أما بعد فإني قد جاءني كتابك تذكر أن صاحب الإسكندرية عرض أن يعطيك الجزية على أن نرد علي ما أصبتم من سبايا أراضيه والعمري لجزية قائمة لنا ولمن بعدنا من المسلمين أحب إلي أما من تفرق من سبيهم بأرض العرب فبلغ مكة واليمن فإن لا نقدر على ردهم ولا نحب أن نصالحه على أمر لا نفي له به انتهى هنا لا بد أن نلحظ بشدة استمرار فضيلة الوفاء بالعهد والحرص عليها في الزمن الإسلامي متوارثة من زمن الجاهلية الثاني الذي تنتسب إليه أعظم مكارم العرب وفضائلهم في الأمثال والقصص التي وصلتنا عنهم وقد حرص الخليف عمر على العمل بهذه الفضيلة وخشي معاهدة صاحب الإسكندرية على شرط وعهد أن يعيد إليه بموجبه نساء وحريم بلاده المسبيات فهو مما لا سبيل إليه فلن يعيد أحد في بكة أو المدينة أو اليمن ما وصله من حريم مصر وأخذه نصيبا وفيئا حسب ما كان يوزع عمر الفيئة والجزية على العرب كل حسب رتبته الاجتماعية ونسبه بين العرب ففرض أولا لهاشم ثم لأصحاب بدر ثم للسابقين ثم للمهاجرين ثم للأنصار ثم لباقي قبائل العرب رفض الخليفة هذا الشرط المعاهد للصلح لأن استعادة النساء المصريات التي تم توزيعهن متعة للعرب مسألة شديدة الصعوبة وهو ما يعني مخالفة الوفاء بالعهد كفضيلة راسخة منذ العصر الجاهلي الثاني صانع المكرومات بينما لم يلحظ الخليفة بالمرة أن سبي النساء يخالف فضيلة اجتماعية متفقا عليها بين دول العالم القديم اسمها الحفاظ على العرض من الهدك والأمر ببساطة دون محاولة تغليف أو تجميل للتاريخ أن هدك عرض العدو لم يكن رذيل في القانون الأخلاقي الإسلامي وإذا كان الزمن قد تغير وأصبحت مشاعرنا اليوم لا تقبل سبي النساء ونكاحهن فإن زمنهم كان سبي وهدك العرض علامة رجولة وفحولة وقوة وبطولة ناهيك عن كون ركوب السبايا كان إعلان نصر وفوز لله ولجنوده المسلمين فكان كل قائد فاتح يتغنى بعدد ما سبى من نساء بلاد الحضارات ليوزعوا على عرب الجزيرة ويباع الفائد في أسواق النخاسة كان ذلك علامة نصر بغض النظر عن الوسائل وعلاقتها بسلم القيام كان السبي ضريبة الهزيم على من لا يستجيب لأحد المطالب الثلاثة الإسلام أو الجزية أو الحرب وما يتبع الحرب للمهسوم من تحوله من إنسان حر إلى عبد مملوك هو ما يملك من مال أو عقار أو بهائم أو نساء حسب قانون الحرب الإسلامي كانت تلك ضريبة المعادلة الصفرية وقد أدت شريعة الحرب الإسلامية إلى تحقيق مرادها فكثيرا ما دفعت إلى استسلام بلاد عظمى للإمبراطورية الطالعة دون استمرار المقاومة لما شهدوه يحدث لبلادهم ونسائهم وأطفالهم وعندما اكتشفوا أن عند العرب قانونا يقول إن ما أخذه العرب عنوة هو ملك لمن أخذه وهو غير ما يؤخذ بالاستسلام بعهود تعفي المهزوم من العبودية المباشرة ليدفع ضريبة الرؤوس جزية وهو صاغر ما يذكرنا بما حدث منذ قريب في هجرة فلسطينية واسعة إلى خارج فلسطين بعد عدة غزوات قامت بها العصابات الإسرائيلية الإرجون واشتيرن وغيرها على دير ياسين وقبية وكفر قاسم فكان أن ترك الناس كل ما يملكونه وهربوا بجلودهم وما بين اليوم والأمس أربحت عشر قرنا ومع ذلك سمح الضرف العالمي باستعادة مبدأ كان مطلوبا في زمنه وانتهى زمنه وأصبح قيمة مرفوضة استعاده الضرف العالمي من مكمنه في سلة مهملاته وقمامة التاريخ ليقيم الإسرائيليون لهم دولة بغض النظر عن الوسائل بمقاييس اليوم لأن الرذيلة لا بد في السياق الموضوعي للأحداث أن تتحول إلى فضيلة يتم تغليفها بكونها استعاد لأرضهم من العربي المحتل وأنها حالة دفاع وطني مستمر ضد محيط متوحش يتنمر لها حسب ما يقولون إن صدقا أو كذبا المعادلة الصفرية كانت تحافظ على حياة البعض بعد أن يتم قتل البعض ويأخذ ما لديهم لاستمرار المحافظة على حياة البعض وقد استدعى ظرف العالم وتكوين إسرائيل استدعاء تلك الفضيلة القديمة بمبرر إقامة دولة إسرائيل المباركة من الرب وبحتمية قيامها حتى يصدق الواقع مع نبوآت الكتاب المقدس لتكتسب المعادلة الصفرية قداسة ورعاية إلهية مباشرة لتصبح أعلى من الفضيلة لكونها مقدسة هنا لا بد أن يطرأ السؤال يطرح نفسه بلا تردد إذا كان الإسلام قد أجاز وطأ المسبيات ونكاحهن بلا عدد وشراء الإماء لنكاحهن بلا عدد وأعطى الزوج بالإضافة إلى حريمه أربع زوجات حرائر وكلهن إماء وزوجات حلالا أحل من لبن الأم والزوجاتهن من ينجبن الأبناء الصرحاء الأحرار بالدم أما لو أنجبت الجارية فيتم إعطاؤها لقبا فيه شبه اعتراف وعدم اعتراف هو أم ولد فتقف في مرتبة بين الأمة وبين الحرة فإذا كان للرجل كل هذا الحشد من النساء في آن واحد فما هو المقصود بالزنا كرذيلة في الإسلام؟ وما معنى هتك العرض؟ وهل يمكن تصور كل هذه الأجساد في حضن رجل فرد ويفكر في الزنا؟ ولماذا؟ وهو لا بد أن يستدعي السؤال بالنتيجة وهل كان ذلك متوفرا لكل إنسان في دولة الإسلام منذ زمن النبي وحتى انتهاء دولة الخلافة العثمانية؟ هذا ما يحاول أن يوعز لنا به أنصار الدولة الإسلامية من الإخوان وأنصارهم فيحكونا لنا عن ازدهار زمن الخلافة الراشدة لأنها كانت تطبق الشريعة حتى كانوا يشترون الجارية بوزنها ذهبا دون أن يشعروا بأي مشكلة مع كون هذه الجارية كانت حرة في بلادها قبل أن تخطف لتباع وأن نهر الأموال الذي فاض على العرب لم يكن لتمسكهم بتطبيق الشريعة ولكن لأنهم سلبوا البلاد المفتوحة وهتكوا عرضها وسلبوها كنوزها وخيرها وحلبوها حلبا لدينا في كتب الفقه الإسلامي تفاصيل طويلة تجعل من عارفها يعرف كيف كان الرجل يفضل أن يشتري جارية لو كان له مال على أن يتزوج لما في الزواج من أعباء ويقول الفخر الرازي بشأن اقتناء الإماء ولعمري إنهن أقل تبعة وأخف مؤونة من المهائر لا عليك أكثرت منهم أم أقللت عدلت بينهن في القسم أم لم تعدل عزلت عنهن أم لم تعزل انتهى وبهذه الكتب تفاصيل لنكاح السلاري والإيماء في أبواب طوال تحدد الفارق بين نكاح الحرة ونكاح الأمة ومكان الحرة القانوني ومكان الأمة وتراتبهم الطبقي وما يترتب على ذلك في الواقع من حيث الحق والواجب وأبحاث حول جواز نكاح الإبن لجارية أبيه من عدمه وحد الزن العقابي على الحرة الذي يختلف عن عقاب الأمة الزانية فالأمة الزانية عقابها التقريع والتخويف وربما الضرب وإن كررت فعلها يبيعها صاحبها في السوق ولو بخردلة أما الحرة فعقابها القتل رجما للثيب والجلد للبكر كذلك هناك بحوث حول ملابس الحرة وملابس الأمة إذ لم يكن الرجل يعتبر أن الأمة ذات شرف فهي أقل من كونها شيئا لذلك كانت الإيماء يتبرجن ويتزين وفي الجاهلية الثانية كانوا يتاجرون بالإيماء دعارة مقابل المال في مكة حتى جاء الإسلام أنكر هذا الفعل وحرمه وجرمه أما الحرة فلابد لها من ملابس خاصة واضحة تميزها بشكل قاطع بعلامات تقول أنها حرة وأن يكون ذلك الملبس بقصد الإعلان لذلك كان الرجل العادي في السوق يستطيع أن يميز بين الأمة وبين الحرة وأنه ربما حاول التحرش بالأمة لكنه أبدا لا يتحرش بالحرة لذلك ازداد الإسلام تمييزا لنسائه الحرائر عن نسائه الإيماء بالخمار فأمر بقوله وليضربن بخمورهن على جيوبهن النور 31 ويشرح الشيخ يوسف قرضاوي معنى الآية بقوله إن أوامر الإسلام كانت بمخالفة المشركين والمجوس كأوامر للنبي وأن القرطبي فسر فقال إن النساء زمن النبي كن يغطين رؤوسهن بالأخمرة ويسدنها على الظهر فيبقى النحر مكشوفا فأمر بإسدال الخمر على الجيب أي الصدر وكان غطاء الرأس كالرجال كجزء من طبيعة البيئة لاتقاء الشمس الحارقة يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلاب بهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين الأحزاب 59 وسبب نزولها أن عادة الأعراب التبرز في الصحراء وليس داخل البيوت فكان بعض الفجار يتعرضون للمؤمنات مظنة أنهن جوار غير عفيفات فجاءت الآية لتميز لباسا للحرائر المؤمنات وكان عمر يضرب الجارية إذا تحجبت محافظة على تميز الحرة بزيها وفي زمننا لا توجد جوار والكنف داخل البيوت وانتفى شرط إذناء الجلابيب للتمييز بين الحرة والأمة انتهى حلقة الظاهرون الجدد قناة الجزيرة مما سبق عرضه نفهم أن ملابس نساء الجاهلية كانت شديدة البساطة فهي قطعة قماش تشق من وسطها بفتحة مناسبة تسمح بدخول الرأس ثم تخاط من الجانبين فيظل الشق مفتوحا لعدم معرفتهم بعد بنظام السستة أو الأزرار التي ما كانت تجمع شقا بحجم الرأس فوق التديين على بعضه البعض وما كان لديهم معرفة بشأن الحياكة الأكثر تعقيدا وتخصصا في بلدان الحضارات وأزيائها لذلك يقول القرضاوي كانت المرأة في الجاهلية تمر بين الرجال مسفحة بصدرها لا يواريه شيء انتهى نفس الحلقة وكانت الحرة تلبس خمارا على رأسها وهو من تخمر الرأس أي من تقطيته حماية للشعر من أطربة الصحاري وحرها ومنعا لإصابته أيضا بالحشرات لندرة الماء لذلك تسمى المشروبات الكحولية خمرا لأنها تخمر العقل أي تغطيه فلا يعود يميز وكان للخمار طرفان يلقيان خلف الرأس فيغطيان الفتحة الموجودة بالقفاء على الظهر فطلبت الآيات منهن جعل طرف من طرفي الخمار يغطي فوق التذيين في الجلباب المفتوح وهي المنطقة التي كان العرب يعرفونها باسم الجيب ويغطي الطرف الآخر القفاء وأن يصبح الخمار دالا على الحرة المسلمة ومميزا لها عن الإيماء حتى أن عمر بن الخطاب ضرب أمة تداري تذييها بالخمار فأمرها بخلعه على الفور وهو ما يعني تعارية تذييها لم ينسن السؤال إبان الشرح فهو ما زال يلح طالبا إجابة إذا كان للرجل أربع نسوة وعشرات أو مئات الجوار فلماذا يسني؟ ولا يني المنطق يشعرنا بماذا حيرته إذا أهد التساهل الشديد في حشد هائل للنسوة في بيت واحد لرجل واحد مع تشديد عقوبة الزنا وتغليطها على الزنات فهي أشد الحدود وأفضعها للحس الإنساني وأشد حدود الإسلام غلظة وفضاضة فهي تحمل إلى جوار العقوبة هدف إطالة زمن معاناة الجاني وعذابه كان الرجم حيا حتى الموت مع إشراك المجتمع في تطبيق العقوبة العنانية في حالة تنفيس بدائي من ذو الخطايا ليرموا على المحكوم خطاياهم مع كل حجر راجم وكان ذو المجاسد عامر بن جشم قبل الإسلام وغيره من كبار القوم وعليتهم قد شرعوا للعرب ما أخذ به الإسلام من بعد وذلك مثل حد الزنا الذي أخذه ذو المجاسد نقلا عن حدود توراة يهود الجزيرة ومثل تجريمه لوأد القبائل الفقيرة للأطفال وبخاص البنات فأسماه العرب محي الموؤودات إن تفحص تلك الخريطة المجتمعية يعني أن نتذكر أن مجتمع بدو الجزيرة كان مجتمع ندرة شحيحا يستولي فيه القادرون على الخيرات بالغزو والسبه والشراء وأن المرأة كانت سلعة ضمن تلك الخيرات فتكون النتيجة مع قدرة حيازة نساء أربع وما لا عدد له من إيمان أنه لن يتبقى لبقية الرجال فائض من النساء وهؤلاء عادة هم غير القادرين والفقراء والمعوزون وللحفاظ على ثروة الأغنياء من الحريم تم اشتراع هذا الحد القاصي منتقلا من اليهودية إلى عرب الجاهليتين ثم إلى الإسلام لأن رذيلة الزنا كان احتمال وقوعها أكثر من بقية الرذائل كالصرقة مثلا فالشيء المسروق لا إرادة له أما المرأة فإنها عندما تريد الزنا فإنها تتحرك وتسعى وتفكر وتحيك ظروف الواقع لتصل إلى صارقها أو بالأحرى إلى صارق مالكها ومع حيازة قل من الرجال لمعظم النساء نجأ العرب الفقراء إلى المثلية وإتيان الحيوانات الأليفة بل وتأليف حيوانات كالقردة وتجينها لما في العلاقة الجنسية معها ما يشبه حال الإنسان كتعويض للفقراء عن نساء لا يحصلون عليهم إزاء مزايدة الأغنياء عليهم في المهور والقدرة الشرائية وظل هذا النوع من الجنس غير السوي مستمرا حتى زمن ظهور الإسلام بل حتى زمن وضع علوم الأصول والفقه وقال الفقه قوله فيه بل تطرق إلى تفاصيله وما يترتب عليه كشأن اعتيادي معلوم وعلاقته ببقية الفروض الإسلامية فتحدث مثلا عن جماع القرود والحيوانات كمفسدات للصوم ولو أدخل حشفته أو قدرها من مقطوعها في فرج ولو أولج حيوان كقرد أو كغيره في آدمي ولا حشفة له فهل يعتبر إلاجا لكل الذكر انظر كتاب الإقناع المقرر على طلبة الأزهر الصفحة 90 وقد استثمر الإسلام هذا الوضع الاجتماعي فأخر العودة لنظام الغزو والغن والسبي الذي كان قائما في الجاهلية الأولى كمحفز لغير القادرين للدخول في الإسلام والانخراط في جيوشه للحصول على الغنائم والسبايا وللحصول على الإجباع الجنسي وكان هذا الدافع الجنسي المتغول لدى الفقراء المقتلمين حافزا يفسر بشديد الوضوح سر الاستماتة البطولية لجيوش المسلمين في القتال وانتصارهم رغم قلة عددها قياسا على العدو في كثير من معارك التاريخ الفاصلة ومن ثم كان تشريع السبي ونكاح السبايا ضرورة عسكرية موضوعية لتحقيق الانتصارات والفتحات الإسلامية كان تشريعا يليق بزمانه لكنه أبدا لا يليق بزماننا فليس صحيحا بالمطلق أن شريعتنا صالحة لكل زمان ومكان فهو وهم يجب أن نتخلص منه حتى نستطيع ابتداء ما يصالحنا مع زماننا زماننا الذي ألغى كل هذه الألوان من الجنس الاقتصادي واعتبرها جرائم عظمى ولم يبقي سوى على العلاقة القائمة على القبول والتراضي بين الطرفين كسبيل وحيد لمشروعية العلاقة وكانت البداية من زمن الخديوي إسماعيل في معاهدة مع إنجلاطرة على منع بيع وشراء الرقيق السوداني وأبرهام نيلكون الذي أصر على تحرير الرقيق حتى دخلت الولايات المتحدة أفضع حرب في تاريخها الأهلية الأمريكية وبعدها تم اعتبار الرقة وصمة عار في تاريخ البشرية الشرير واستمر الفقه الإسلامي في تحريم الزنا حتى لو تمت العلاقة بالتراضي وبالقبول من الطرفين لأنه اعتداء على فرج يملك آخر هو اعتداء على الملكية فالمرأة لا تملك نفسها ومن ثم لا تملك جسدها لتمنحه أو تمنعه فالمرأة لا بد أن تكون مملوكة لرجل لأبيها أو لزوجها أو لأخيها أو حتى لابنها وذلك حفاظا على حقوق المالكين الذين كانوا في زمن الفتحات هم العرب وحدهم فلا أحد يملك شيئا ولا حتى نفسه إذا كان ضمن المفتوحين مما أنشأ أزمات جنسية في معظم الإمبراطورية العربية كذلك استمر حد الزنا قائما ومستمرا للترويع والتخويف والترهيب بينما استشرت ألوان الجنس اللاسوي كالمثلية والجماع مع البهائم والحيوانات المستأنسة لتفريغ طاقاتهم الجنسية وهي أنواع من الجنس لم تضع لها علوم الفقه حدودا مقررة واضحة متفقا عليها بل هي تكاد تكون بلا حدود كلون من السماح غير المعلن ورغم كل متغيرات العالم الحديث والمعاصر الذي جرم الرق والسبية أو اعتبار المرأة من الأشياء المملوكة وألغى التحدد وجرم هتك العرض وصنفه ضمن أفشع الجرائم أي الاغتصاب فإن فقهاء الإسلام عند موقفهم لا يرومون حراكا ولا تغييرا ولا تبديلا رغم أن الفضيلة والرذيلة بنت زمانها وظروفها ومجتمعها الذي أفرزها وتوافق عليها والزمن كله غير الزمن والناس غير الناس مما يلزم معه التواضع على دلالات جديدة لمعنى الزنا عندما يكون جريمة وفق مقتضايات عصرنا وهو ما يعني التخلي عن فضائل الأمس التي هي بلا منازع رذائل اليوم فلا شيء صالح لكل زمان ومكان ففي زماننا وفي بلادنا ونتيجة لضيق ذات اليد لملايين المسلمين أفرز الواقع زواج المسيار والعرفي والمؤقت والمتعة والوهبة والغفلة تحايلا على تشريع جمده الفقهاء عند القرن الرابع الهجري حتى قالوا لم يترك السلف شيئا للخلف ليجتهدوا فيه ولا تجد البنت أو الشاب حرجا على أنفسهم أو على إسلامهم ويقينهم بدينهم وهم يمارسون تلك الزيجات فالمجتمع يجد حلوله رغم أن في أفراد من الفقهاء يريدون تثبيت الزمان وضمن هذا الثبات عند عشرة قرون مضت اضطر الفقهاء للسكوت وليس التنازل عن حق ملكية الرقبة ومعاشرة الإيماء نتيجة التوافق الذولي على تجريم الرق والاقتصاب فحرمته السعودية في الستينيات بعد طول امتناع وتبعتها موريطانيا في الثمانينيات يقفون عند زمن المسلم الحر الشريفة الملزم بلباس يناسب ظروف بيئتها يخمر فجوة التذيين ليجعلوا منه ما أسموه حجابا لأن المقصود لم يكن تغطية الرأس لأن غطاء الرأس كان قائما بالفعل حرصا على الدماغ من الحرارة والآفات والقضارة واليوم عندنا السسة والحمد لله ومع إلغاء الرقي تحولت الصفات التي كانت للجواري إلى بنات غير المسلمين بإطلاق فهن كالجواري لا يلزمهن حجاب لأنهن لسن من الأحرار لأنهن سيكونن يوما جواريا للمسلمين لأن فرضة الجهاد لا تتوقف ما دام هناك فرض واحد في العالم لم يسلم بعد رتبتهن هي رتبة الإيماء فغير المسلمة غير حرة وبالتالي غير شريفة بالضرورة حسب الموروث العربي وهي تحت طائلة السبي في أي وقت يتمكن فيه المسلمون من إخضاع الأرض كلها لدين الله الذي لا يقبل بغيره دينا أي الإسلام لذلك لا بد أن تتميز الحرة اليوم وهي المسلمة وحدها كما كانت تتميز زمن الدعوة بدرب الخمر لكنهم يأخذون الخمار كله ما على الجيب وما على الرأس ويخترعون له اسما جديدا هو الحجاب وهو شأن لم يفرضه القرآن على نساء المسلمين ولا أشار إليه ولا شرعه ولا قنن وحتى لو كان فرضا كما يقولون فهو لتغطية الجيب ولم يتحدث عن الرأس فالخمار كان على الرأس كعادة بيئة صحراوية من الأصل والعادة قد نأخذ بها أو لا نأخذ بها ولا ترقى مطلقا لدرجة الفرض لقد اخترع الإسلاميون لمسلمات زماننا شيئا ليس في دينهم اسمه الحجاب فقط من أجل إثبات وجودهم مع الإصرار على طاعة المسلمين لأوامرهم بحسبانهم ممثلي الله في الأرض لتأكيد السيادة والسيطرة على المجتمع ومن أجل تمييز المسلمة وفرزها عن غير المسلمة حتى يعرفن فلا يؤذين والمعنى أنه يتم التسليم بأن غير المتحجبة هي عرض للأذى دون وضع قانون يمنع عنها هذا الأذى فهي غير حرة لذلك وحسب الخبرة المصرية اليوم فإن غير المحجبة في شوارع قاهرة القرن الحادي والعشرين هي الأكثر تعرضا للأذى من مسلمي الوطن الملتزمين بالتدين وقد اخترعوا الحجاب تأسيسا على حديث النبي خالفوهم ما استطعتم فإذا تميزوهم بإطلاق الشعور نخالفهم بالحجاب وإذا التزموهم بالتقدم تميزنا نحن بالتخلف وإذا تميزوهم بالعلم تميزنا نحن بالجهل وإذا تميزوا بالقوة تميزنا بالضعف وإذا تميزوا بالنطف والوداعة تميزنا بالصرامة والجهامة وإذا تميزوا بالجمال تميزنا بالقبح ولله في خلقه شؤون كان الحجاب شأنا خاصا بنساء النبي وهو غير الخمار الذي يغطي التذيين وتحجيب المرأة بالمعنى والصورة التي نراها متفشية اليوم هو أحد أساليب عزلها عن الرجال في مجتمع أصبح فيه مستحيلا الفصل بين الرجال والنساء ورغم ذلك فإن بعضهم يصر على تفعيل هذا الفصل ويجدون من يستمع لهذا القرار المشيخي وينفذه كالحالي في قاعات الدراسة الجامعية وكثير من وظائف القطاعين العام والخاص نستمع هنا إلى مرجعية الإخوان المسلمين وإلى كل التيارات الإسلامية حتى الإرهابية منها الدكتور يوسف قرضهوي وما قال بهذا الشأن يقول قرضهوي فكانت النساء يحضرن دروس العلم مع الرجال عند النبي ويسألن عن أمور دينهن مما قد يستحي منه الكثيرات اليوم حتى أثنت عائشة على نساء الأنصار أنهن لم يمنعهن الحياء من أن يتفقهن في الدين فطالما سألن عن الجنابة والاحتلام والاغتسال والحيد والاستحادة ونحوها ولم يشبع ذلك نهامهن لمزاحمة الرجال انتهى يوسف القرضاوي فتاوى معاصرة مكتبة وهبة القاهرة 2001 ميلادية الصفحة 370 إن قرضاوي لا يجد بأسا في الاختلاط بين الذكر والأنثى لكن فقط مع الشيخ الذي هو وارث الفتية والحال محل الرسول لتفقيه المسلمين في شؤون دينهم لذلك يشجع قرضاوي المسلمات على سؤال المشايخ دون حياء في الجنابة والاحتلام والاغتسال والحيد والاستحادة لكنه يمنع الاختلاط البريء بين أبناء الجامعة الواحدة والصف الواحد وتبادلهم أطراف الحديث حول جدول مندليف أو رسبية أنشتاين وليس في الاحتلام والاستحابة دون أن يعمم ذلك المنع على الاختلاط الذي كان حادثا زمن النبي والذي كان حال عامة وليس حال خاصة تسأل فيها نساؤنا المشايخة عن الاستمناء والاستحلام عن شؤون الفرج والنكاح فقط لم يكن اختلاطا فقط بل اختلاط لمتبرجات مع رجال الغرباء كانت سبايع بنت حارث الأسلمية زوج لسعد بن خول العامري وكان ممن شهد موقعة بدر وغفر الله له ولأصحابه من أهل بدر ما تقدم من ذنبهم وما تأخر وتوفي عنها زوجها في حجة الوداع فما انطهرت من نفاسها حتى بادرت بالتبرج والتجمل والتزين وخرجت تمشي بين الرجال طلبا للزواج فتقدم له أبو السنابل بن بعكك وكهل وشاب فاختارت الشاب رواه البخاري ومسلم وكانت النساء محل تطلع من الرجال لمعرفة جمالهن وكان جمال نساء القبيلة محل تفاخر بين قبائل العرب من رواية عن يحيى بن عبد الله بن الحارث قال لما دخل رسول الله عليه الصلاة والسلام مكة يوم الفتح قال سعد بن عبادة ما رأينا من نساء قريش ما يذكر عنهن من جمال فقال النبي عليه الصلاة والسلام هل رأيت بنات أبي أمي بن المغيرة هل رأيت قريبة هل رأيت هندا إنك رأيتهن وقد أصبن بأبائهن انتهى أي إنك رأيتهن وهن غير متجملات ولا متبرجات حيث كن في حال حداد على أبائهن الذين قتلهم جيش النبي لذلك لم ترهن في وضع يبرز مواطن جمال بنات قريش مع الملاحظة أن هندا إحدى اللائي درب بهن النبي المثل لجمال القريشيات هي هند بنت أمي زوج النبي نفسه والمعروفة بأم سلمة كانت تبرج لإظهار الجمال ليس هو المفهوم من تبرج الجاهلية الأولى المنصوح بعدم لجوء المرأة المؤمنة إليه كانت تبرج المسموح كن يضعن الحمرة بسحق الأحجار الحمراء وعملها كمسحوق يشبه بذرة تجميل اليوم وقد جملت أم السيد عائشة بنتها بهذه الحمرة ليلة دخل بها الرسول المسألة كانت تغطية الثذيين ليس إلا لكن أن تلبس المرأة اللافتة للنظر والمبرز للجمال فلم يكن شيئا محرما لأن هذه هي طبيعة المرأة التي فطرها الله عليها ولن ترى لخلقة الله تبديل كانت الأقراط الكبيرة والطويلة المتعمة من أكسسوارات التجميل ذات الأصوات واللافتة للنظر من زينة الصحابيات وهو ما يأتينا ذكره في خبر أم هانئ بنت عم النبي التي تبرجت بمثل هذا القرط وقامت تسير بين الرجال مستعرضة جمالها فتحركت غيرة عمر فقال لها إن محمدا لا يغني عنك شيئا انتهى فغضب النبي ليس لتبرج أم هانئ مطلقا ولا أشار حتى إليه كل ما أغضبه أن يقول عمر إن شفاعة محمد لا تلحق أهل بيته رواه الطبراني مرة أخرى نؤكد أنه لم يكن زمن النبي شيء اسمه الحجاب كما هو مقرر اليوم ولم يكن هناك فصل بين الرجال والنساء وحديث ما اجتمع رجل وامرأة إلا وكان الشيطان ثالثهما لا يلتقي بالمرة مع واقع المجتمع في الزمن النبوي مما يشير إلى تهافته وأنه من الموضوعات بعد ذلك بزمان طويل أما واقع زمان الدعوة فيحكيه لنا الجاحد فيقول فلم يزل الرجال يتحدثون إلى النساء في الجاهلية والإسلام حتى ضرب الحجاب على نساء النبي خاصة ثم كانت الشرائف أي الشريفات بمعنى طبقي من النساء يقعدن للرجال للحديث ولم يكن النظر من بعضهم إلى بعض عارا في الجاهلية ولا حراما في الإسلام انتهى وعن خوات بن جبير قال خرجت مع النبي في غزوة فخرجت من خبائي فإذا بنسوة حولي فلبست حلة ثم انتهيت فجعلت أتحدث معهن فجاء النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا جبير ما يجلسك هنا قلت يا رسول الله بعيري قد شرد فكان رسول الله عليه الصلاة والسلام يمازحه كلما التقى ما فعل بعيرك يا خوات ومثل أمها نئمن بين الشرائف أي الشريفات أي من علية المجتمع كانت الصحابية عائشة بنت طلحة التي دافعت عن حقوقها ورفضت أن يفرض عليها أحد أمرا لم يفرضه القرآن ومن ذلك رفضها أي لون من الحجب والتحجب وكانت شؤونها الجنسية تحكى وتداع على الملأي في نوادر وطرائف يصمر عليها المسلمون في صهرهم المتواد والمتراحم دون أن تشعر بنت طلحة بأي تحرج بل كانت تفخر به فقد كان لديها يوما صحابية زورها وإذ بزوج عائشة يدخل متعجلا فتنهض إليه عائشة وتدخل معه داخلا وتسمع الضيفة أصوات المتعة الجنسية لعائشة بنت طلحة حتى خرجت إليها ترفض عرقا فسألتها الضيفة مستنكرة أو تفعل الحر ذلك فردت عليها إن الخيل العتاق تشرب الصفير انتهى فشبهت نفسها بالخيول الأصيلة التي تصدر مثل هذه الأصوات صفيرا في مثل هذا الموقف كانت عائشة تعلن فخرها بمتعتها دون ما أن ينزعج أحد من الصحابة ومن حكايات بنت طلحة المشهورة أنها مرة كانت تحت زوجها في السرير فنخرت نخرة تفرقت منها مئة من إبل الصدق هلعا ولم تجتمع منذها حتى اليوم وعندما أراد زوجها أبو مصعب عتابها على تبرجها الشديد قالت له إن الله سبحانه وتعالى وسمني بميسم الجمال فأحببت أن يراه الناس فيعرف فضلي عليهم فما كنت لأسطرة إن زمن النبي ليس بالصورة التي يفهمها المسلمون البسطاء مأخوذ من فيلم ظهور الإسلام وفجر الإسلام والشيماء ويدعمها مشايخنا في وعظهم وفتاواهم وهم من أشرف على وضع اللمسات النهائية لصورة المجتمع الإسلامي الأول في تلك الأفلام لم يكن مجتمع زمن الدعوة كما يقدمونه للمسلمين جيلا من الملائكة بل كان مجتمعا طبيعيا يعيش فيه الصحابة كما يعيش البشر ويعرف أن للمرأة أن تتجمل فقد خلقت بذلك غريزيا ولم يكن أمرا ممجوجا ولا محرما كذلك لم يمنع أو يحرم لقاء الرجال بالنساء بل هو لم يحرم الغزل بينهما لأنه الرسالة الأولى للتواصل الإنساني بينهما يروي البخاري عن عبد الله بن عباس أن أخاه الفضل كان رديف رسول الله عليه الصلاة والسلام فجاءتهم رأى من خطعم تستفتيه فجعل الفضل بن العباس ينظر إليها وتنظر إليه فجعل رسول الله يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر ولنلاحظ أن هذا الغزل بين صحابي وصحابية كان في حضرة سيد الخلق الذي أينما كان حاضرا كانت السماء حاضرة وفي أقدس الأماكن وأقدس الأزمان في حجة الودع ولم ينزعج رسول الله عليه الصلاة والسلام ولم ينهرهما بل كان فقط يصرف وجه ابن عمه الفضل بأنامله الشريفة لينا ولطفا وتقديرا منه لفطرة الله التي خلقنا عليها ولم يصرف وجه الخطعمية عن التملي من الفضل وإما لم تكن هذه الخطعمية مخمرة ولا متنقبة ولا محجبة حتى بدت مفاتنها للشاب أو كانت مخمرة ومع ذلك فإن الخمار لم يستطع أن يمنع نداء الطبيعة ولم يردع الفضل عن الغزل في حضور رسول السماء والزمن القدسي كله ولم يمنع الحجاب إن كان قد حدث وهو غير صحيح المرأة من التطلع والمغازلة فإن لها عيونا ترى وأذانا تسمع وفي زمن الخليفة عمر اشتهر نصر بن الحجاج السلامي بجماله الأخاذ حتى فتن نساء المدينة وأصبح مثل كازانوفا تطلبه النساء ويقن فيه الشعر المهجن الذي نختصره هنا لشدة مجونه فهذه صحابية تدع ربها أن يصلها بنصر بن الحجاج ليطفئ نارها وشوقها ولوعتها وأخرى تنادي من لي بابن الحجاج ولو ليلة واحدة وهو ما اضطر الخليفة عمر رأفة بالأزواج من الصحابة إلى إبعاد نصر إلى بلاد الشام